موسيقى نشأة ظهيرة من تلي مغاك أهلا بكم وهذه أبرز عنوينها تتسجيل 127 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي ل11465 حالة عوضة مظاهر الحياة الطبيعية لمدينة دار البيضاء بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحية ومجلس المنافسة يوصي بوضع رافعة جديدة ليتحسين المنافسة بقطعي الدواء أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة العشر من صباح اليوم الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المملكة إلى 11465 حالة وأضفت الوزارة على بوابة رسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تمثلت لشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 8560 حالة فيما استقر عدد حالة الوفاة في 217 حالة وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 62362 حالة وتهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين لالتزام بقواعد النظافة وسلمة الصحية والانخرطة في التدبير الاحترازية التي تتخذت السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحجر بسبب تفشي وباء كورونا قررت السلطة المغربية تخفيف إجاءة الحجر الصحي بمختلف مناطق البلد اليوم وبالدار البيضاء تتسارع عملية عودة مظاهر الحياة الطبيعية إذ فتحت المحلات التجارية أبوابها واستقبلت المقاهي والمطاعم زبائنها وعادت الحركة الدؤوبة إلى الشوارع كل هذا وأكثر يرصده لنا محمد خير وجواد إججا في هذا الروبرتاج بعد يومين على بداية الرفع التدريجي من الحجر الصحي في العاصمة الاقتصادية دار البيضاء التي عاد فيها النشاط الاقتصادي من جديد بعد توقف دام عدة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تم فردها بسبب فيروس كورونا المواطن البيضاوي بات يتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية نفسه من الفيروس الخفي الحمد لله المكاخر الشيء كان دي الكمامة ومي كان وصل الدار دي مكرا سليد دي حالا كعبش كان قلس مع وريده عاش كان نشوف وريده كان نسلم عليهم ونقلس معهم نقول للناس يخليوا الكمامات يخليوا النام جموع يخليوا النام جموع الإصابة بالفيروس أحمد يفتح محله لبيع الملابس من جديد بعد توقف دام ثلاثة أشهر من ناحية التجارة باقي ما كانش زمان تحركة دي التجارة باقي الناس مضروري في حاجة الصحية الكورونا باقي مضروري للناس بزاف حاليا نحل الحمد لله لنحلوه بعد المحالات ونقدس العاو المسائل ومن هنا لقدام شاء الله ضيف علينا دي الوبا بإننا صحوه وتعالى بالنسبة لتخفيف الحاجة الصحية والتقن المنطقة واحدة فرحنا لها كبيضاويين وكتشجار دي الضاربيضاء باش نحاول الحركة عودتين ترجع العدد دي لها شيء المفشم لأن الحركة ما غيرت رجع مئة في مئة ولكن على كل حالة ترجع شوية بشوية بعدها ويحاول يخرجونها شوية وتنفسوه وتحنا البيع عشرة نحاول نخدموه شوية بالنسبة للتجارة دينا المرور إلى المرحلة الثانية من الحجر الصحي لا يعني بأي شكل من الأشكال التغلب وحسر الفيروس بل من أجل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد أزياد من ثلاثة أشهر على فرد الحجر الصحي على العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تنضم مؤخرا إلى المنطقة رقم واحد بعد التخفيف من الحجر الصحي بسبب حالة الطوارئ التي فرضت على المدينة بسبب فيروس كورونا المسؤولية اليوم باتت ملقاة على عاتق المواطني البيضاوي من أجل وقاية نفسه من هذا الفيروس الخفي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة محمد خير وجود إيجا لقناة تليماغوك الدار البيضاء تمكنت عناصر المصلحات الولائية لشرطة القضائية بمدينة موراكش أمس الخميس من توقف مهاجر سري من جنسية كاميرونية يبلغ من العمر 26 سنة وذلك للشباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت والإقامة غير المشروع وذكر بلاغ للمدير العام للأمن الوطني المشبه فيه كان قد عرض مهاجرا من دولة غينيا كوناكري للضرب والجرح المفضي للموت بوسطة السلاح الأبيض بحي الملاح بمدينة موراكش وذلك قبل أن يسفر تدخل الفوري لعناصر شرطة عن توقفه وتحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة أعلنت هيئة مهنية ممثلة لقطع نقل المسافرين عدم السئن في عملها بعد دخول المغرب المرحلة الثانية من تخفيفه الحجر الصحي وأفادت بأن قرارها راجعون إلى ما وصفته بالشروط التعجزية التي تضمنها ضفتر وتحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار الوباء في قطع النقل الطرقي للأشخاص ومن بين هذه النقاط لائحة المعلومات المتعلقة بالمسافرين خلال كل رحلة صدق والمزيد رفضت عدد من هيئات مهنية ممثلة لقطع نقل المسافرين استئناف أنشطتها اليوم وبررت قرارها بشروط التي حملها دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار الوباء في قطاع النقل الطرقي للأشخاص التي وصفتها بالتعجزية مؤكدة بذلك عزمها على عدم استئناف العمل إلى حين اتخاذ قرار من السلطات المختصة يضمن عملها في ظروف مقبولة في ظل ما تعتبره عداما لمقاربة تشاركية مع أرباب النقل والمهنيين وانتقدت هذه الهيئات عدة نقاط تضمنها دفتر التحملات الذي اشترطته الوزارة المعنية على المهنيين من أجل استئناف العمل من بينها لائحة المعلومات المتعلقة لقاب المسافرين خلال كل رحلة مؤكدة ضرورة مواكبة الحكومة لقطاع النقل الطرقي من خلال إجراءات تسعى إلى إنعاشه بعد الأزمة التي أضحى يعيشها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية وتعتبر الهيئات المهنية أن تنزيل بند دفتر التحملات دون أي تشاور مع مهني القطاع سيخلف خسائر إضافية نتيجة التكاليف الجديدة التي سيؤديها أرباب النقل في الوقت الذي تضرر فيه السائقون المهنيون بشكل كبير بسبب تداعيات الجائحة وعدم استفاداتهم من الدعم عدا عن عدم التصريح بشريحة واسعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حد تعبيرهم أصدر مجلس المنافسة رأيا يتضمن مجموعة من توصياتهم رؤية الاستراتيجية المستقبلية لسوق الأدوية وكذل الإصلاحات الهيكلية الواجب إدخلها على السير التنافسي لسوق دواء وأشار بلاغ للمجلس الذي عقد أو عقد الدور السابع العادية لجلسته العام ما أمسي الخميس عبر تقنية التنظر المرئي أن هذا القرار تمت أبل ورده بناء على تشخيص جلي لوضعية سوق الدواء واهتداء بالعبر المستخلصة من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وبخصوص الرؤية الاستراتيجية المستقبلية أوصى مجلس المنافسة بوضع سياسة وطنية مندمجة للدواء كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تأمين تزويد المملكة بالأدوية والمستزمات الطبية من المرتقب أن تقود وزارة الصحة حملة واسعة لإجراء كشف الإصافة بفيروس كوفيد-19 لدى فئة جديدة تستأنف عملها بعد مخطط تخفيف الحجر الصحي تعلق الأمر بالعاملين في محلات الحلقة والتجميل ونضل المقاهي كما ستشمل من جهة أخرى موظفية الدولة من من لهم علاقة مباشرة مع المواطنين على مستوى الجماعات والمقاطعات هند الصدق والتفاصيل مع عودة معظم الأنشطة الاقتصادية تقريبا يرتقب أن توسع وزارة الصحة تحاليل الكشف عن فيروس كوفيد-19 في صفوف فئات جديدة ممن يعودون لاستئناف العمل تزامناً مع خطط تخفيف الحجر الصحي بعد توقف لأنشطتهم المهنية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية يتعلق الأمر بالعملين بمحلات الحلاقة والمقاهي كما ستجمل هذه التحاليل موظفي الدولة ممن لهم صلة مباشرة مع المواطنين على مستوى جهة الرباط خصوصاً بالجماعات والمقاطعات وزير الصحة خالد أيت الطالب أوضح بالبرلمان أن المغرب رفع عدد التحاليل اليومية إلى 20 ألف اختبار كشف عن الفيروس في الوقت الذي سبق لوزارته أن كشفت عزمها على بلغ مليوني فحص مخبري بحلول شهر يوليوز المقبل في ظل ترقب لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد خصوصاً مع دخول المغرب المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي إلا أن أيت الطالب أكد أن استقرار الحالة الوبائية ليس مرتبطاً بالضرورة بظهور حالات إصابة جديدة في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل ارتفاع الإصابات بالوباء في المغرب بعد ظهور بؤر مهنية وصناعية مؤخراً كما أكد وزير الصحة استمرار مجهودات السلطات من أجل احتواء الوباء والحد من انتشاره عبر التطويق السريع للبؤر المكتشفة وتتبع وعزل المخلطين والكشف المبكري عبر توسيع التحاليل المخبرية للكشف عن الحالات الإيجابية المحتملة داخل الهياكل والقطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط بالمواطنين استعنفت أمسي الخميس بمطار أجادير المسيرة رحلة الجوية الداخلية وذلك بعدما استقبل المطار أول رحلة جوية لشركة الخطوط الملكية المغربية قادمة من مطار محمد الخامس دولي بدر البيضاء ويتي استعنف هذه رحلات تنفيذا لقرار سلطات العمومية القاضي بتخفيف إجراءة الحجر الصحية المتخذة للحد من انتشار فيوروس كورونا المسجد كوفيد-19 وتم خلال هذه الرحلة التي كان على متنها 39 مسافرا اتخذ سلسلة من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة ورحلة بهذا الخبر نصل إلى نهاية النشخي لكم تذكيرا بأهم مجاة فيها تتسجيل 127 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 11465 حالة عودة مظاهر الحياة الطبيعية لمدينة دار البيضاء بعد ثلاثة أشهر من الحجر الصحي ومجلس المنافسة يوصي بوضع رافعات جديدة لتحسين المنافسة بقطاع الدواء تلتقنا بعض قليل بقراءة في أهم الصحف الوطن يود ودية رفقة الزميلة فاطمة زهراء دورات متابعة طيبة وإلى لقاء